هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي يتطلب الكثير من المجهود الشاق والعمل الدأوب وغير التقليدي الذي يجب بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة هناك الكثير من المجهود الشاق والعمل الدأوب وغير التقليدي وأكد هنا على غير التقليدي الذي يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا دقيقا وفق جداول زمنية محددة حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاثة وفي هذا الأطار فإنني أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة بتوجيه فخامته لإنشاء صندوق استثماري تديره إيد كيوب استثمارات 10 مليار دولار أمريكي لبدء تنفيذ هذه المشروعات